موسيقى أهلا بكم بالتوازي مع مشكلات كبرى تأصف بالعراق مثل بقاء النازحين والأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة وانفلات الميليشيات وسلاحها والتظاهرات المستمرة تواصل مفوضية الانتخابات الحكومية تسجيلة المزيد من الأحزاب والكيانات السياسية الجديدة والتي يرفع معظمها شعارات المدنية في وقت يرى الكثير من المراقبين أن كثرة الأحزاب التي تسجل يوميا ليست بالضرورة تعبيرا عن حراك سياسي جديد يؤمن بالتغيير الحقيقي في العراق بل هي مجرد محاولات الانتفاف من قبل الأحزاب الكبيرة لعادة تسويق وإنتاج نفسها بصورة مختلفة عبر تأسيس عشرات الأحزاب الجديدة التي سرعان ما تذوب في الأحزاب الأم لأن المزاج الشعب العراقي لم يعد يرغب فيها وبالتالي بدأت تتجه إلى ما يمكن تسميته بأحزاب الظل كما أن معظم الأحزاب الحالية ليست أحزابا سياسية حقيقية يمكن الاعتماد عليها في بناء حياة حزبية وسياسية حقيقية في العراق كثرة الأحزاب وحقيقة تعبيرها عن حياة سياسية جدية وحقيقية في العراق وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية ما الجدوى السياسية من وجود مئات الأحزاب والكيانات السياسية التي تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة ولماذا باتت الأحزاب الطائفية المهيمنة على المشهد العراقي منذ العام 2003 تلجأ إلى ما يمكن تسميته بأحزاب ظل صغيرة تابعة لها وما هي البرامج الانتخابية لكل هذه الأحزاب والكيانات السياسية والتي قد تتوجه أو ستتوجه بها إلى الرأي العام في العراق ولماذا تحرص الأحزاب الطائفية وتوابعها من أحزاب الظل الصغيرة على أن تكون لديها ميليشيات مدججة بالسلاح ثم هل تناسل وتكاثر الأحزاب السياسية هو الإصلاح الذي طالبت به ثورة تشرين المستمرة ضيف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني قحطان الخفاجي ليس دائما يكون تعدد الأحزاب دليلا على الحياة السياسية في البلاد ربما هذا الأمر دليل على عبثية السياسة وفوضى التخطيط وأهم من هذا الحكم المستبد المتخفي وراء أقنعة ملونة وجديدة العراق المحكوم بالحديد والنار وبعقلية طائفية وتخطيط فاسد منذ عام 2003 يصل عامه العشرين بعد الألفين بعملية سياسية بدأت تفرز عشرات الأحزاب التي ازدادت في الآوينة الأخيرة وتستعد لخوض الانتخابات القادمة في حزيران من العام المقبل فهل ولت سلطة الأحزاب القديمة أم أن المواليد الجدد هم أبناء المهيمنين القدامى سنوات من الفساد والهدم والتدمير مر بها العراق بعد الغزو حتى ازداد احتقان الشارع العراقي من الأحزاب الحاكمة عندها أدرك حزب الدعوة والمجلس الأعلى والتيار الصدري أن الاستمرار بالحكم بالأحزاب المغضوب عليها يؤدي إلى التصادم مع الشارع ويزيد المشكلة فلا بد من تغيير الوجوه والدخول إلى العملية السياسية بأسماء جديدة ولا ضير في أن تكثر الأحزاب وتحمل أسماء وطنية رنانة طالما أنها تعمل تحت المظلة الحاكمة القديمة مفوضية الانتخابات تؤكد أن عدد الأحزاب التي منحت لها الإجازة في خوض الانتخابات تصل إلى 230 حزباً بالإضافة إلى 62 حزباً قيد التسجيل لكن المدققة لخريطة الأحزاب يصل إلى نتيجة حتمية أنها لا تتحرك وفق إرادة مستقلة ولا تحمل مفهوماً عميقاً يحاكي مسمياتها حيث أن العملية السياسية بدأت تأخذ شكل الشجرة المتشعبة الغصون تمتد تلك الغصون وتزداد لكنها بالنهاية تجتمع في ساق واحدة لجذر واحد وفي تربة فاسدة أهلاً بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في كثرة وتعدد الأحزاب والكيانات السياسية في العراق والتي تستعد المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وجدوى هذا العدد الكبير سياسياً للعراق ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب بالبحث السياسي والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق سيكون معنا عبر سكايب استاذ علوم السياسية الدكتور قحطان الخفاجي مرحباً بالضيوف الكرام جميعاً إياكم الله نبدأ مع دكتور رافع الفلاحي دكتور المفوضية تحدثت عن تسجيلها 230 حزب وكيان سياسي وهناك 260 طبعاً وهناك من ينتظر أو ينتظر 30 أيضاً حزب وكيان سياسي 292 هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية والكيانات الموجودة اللي أصبحت ظاهر الأفتة بعد 2003 هل تمت جدوى سياسية للتجربة الديمقراطية بين قوسين للحياة السياسية للحياة الحزبية في العراق هل تمت جدوى الله الرحمن الرحيم ربما علينا من البداية أستاذ ماجد أن أقول أنه يعني مثلما أوردت أنت حضرتك هذا الرقم في نفس الوقت هناك رقم آخر موازلي هذا الرقم يقولون أنه عدد الأحزاب الفضائية أيضاً مثلما يعني موجود موظفين فضائيين وعسكر فضائيين موجود أحزاب فضائية أكثر من 70 حزب فضائي كذب أسماء وهمية وهم سجلة وموجودة عموما في العراق الحياة الحزبية نكتة كبيرة الحقيقة ولا وجود لأحزاب حقيقية مثل ما يدعون هذه مجرد دكاكين مجرد واجهة لتسويق مجامع من الناس طوال الأسباطع السنة التي مضت دخلت هذه الأحزاب التي عموماً يعني في البداية علينا أقول أنه غالبيتها تأسست برعاية إيرانية والغالبية العظمى منها ربما تأسست داخل إيران يعني مثل المجلس الأعلى وغيره وميليشياتها من بدر وغيرها عدا حزب الدعوة لتأسس بالخمسينات في العراق لكن انتماءاتها وارتباطاتها وفكرة الأيدولوجي كلها مرتبط بإيران وتمويلها أيضاً من إيران وكذا بالنسبة لباقي الأحزاب وبالمجموع هذه الأحزاب ومعها قوى ربما سنية التي دخلت في العملية السياسية بعد 2003 كلها مجرد دكاكين وواجهات لتسويق مجامع من الناس الغاية منهم تطبيق مبدأ المحاصصة الطائفية والإثنية التي جاء بها الأمريكان هذه الوصفة المسمومة والمضي بهذه القاطرة قاطرة العملية السياسية إلى محطاتها التي تدمر العراق لكن واقع الحالة الحقيقة أن هذه الأحزاب تسأل ما هي الجدوى من وجودها لا جدوى من وجودها بالنسبة لفائدة الشعب العراقي والعراقيين لكن جدوىها بالنسبة لمن هم فيها لمن يستعملونها كذاكا كل مصلحتهم لتحقيق غاياتهم لتحقيق أجندات ومكاسب هذه الواجهات السياسية أريد أن يقول أراد أن يقول وأمريكا شجعت على هذا الموضوع أراد أن يقول أن العراق فيه حياة حزبية وفيه مشاركة حزبية وفيه تعدل من ألوان وفكرية ومناهج مختلفة وكلها تتنافس في إطار ديمقراطي الوصول إلى الحكم وهذه كذبة كبيرة الحقيقة في العراق ليس هناك ديمقراطية ليس هناك تنافس حقيقي ليس هناك حزبا لديه مشروع يعني ليقولوا لنا من حزب الدعوة ما هي مشاريعهم الوطنية لا أحد لديه مشروع وطني وإذا كان لديه مشروعا وطنيا يدعي سنتحدث عن المشروع وعن البرنامج الانتخابي لكن أحد مستشاري رئيس الحكومة يعني عندما سئل عن قضية هذه الانشطارات أو الانقسامات أو العدد الكبير من الأحزاب قيل هذا أمر ليس مستغربا في ظل تجربة ديمقراطية ناشئة لا زالت تحبو وبالتالي هذا شيء طبيعي وربما قال أن كل الديمقراطيات التي تأسست في العالم في بداياتها مرت ما تمر به التجربة الديمقراطية الناشئة في العراق هذه صحيحة لو كانت هذه الأحزاب معتمدة على قاعدة شعبية معتمدة على فكرة على برنامج والبرنامج يأيد الشعب وبالتالي انضمام كتل كبيرة من الشعب أو كتل صغيرة وكبيرة وبالتالي تصير عنده مساحة شعبية واسعة هذا ممكن يكون صحيح وهناك إيمان ببرنامجه هذا ليس صحيحا في العراق ليس هناك ببرنامج ذلك أننا تحدثت عن البرامج الوطنية ليس هناك ببرامج وطنية هذه الأحزاب جاءت بلا حاضنة شعبية وقالها أحد بها العرجية بها العرجية قال نحن جئنا بلا حاضنة شعبية اتكئنا على الطائفية لكي نلومنا وهذه الأحزاب هي لذلك نقول الدكاكين واجهة لفكر طائفي لفكر يراد منه تأجيج الآخرين لكي ينضموا لذلك هذه الأحزاب والغالبية منها الشيعية مع تحفظي على الكلام بشيعة وسنة لأن كل العملية السياسية هم خارج إطار الوطنية وخارج إطار المفهوم الأخلاقي لحكم أي بلد كان بغض النظر عن الانتماء الطائفي بغض النظر عن الانتماء العرقي الكل متشاركين في هذا الفساد وهذا القرابة الذي حل بالعراق لكن عموما الغالبية العظمى من الأحزاب الشيعية هذه استغلت جماهير الشيعة وقالت إنها جاءت من أجل مظلوميتهم وجاءت من أجل تحقيق أهدافهم والدفاع عنهم وبالتالي استغلت رموزهم استغلت عقائدهم استعملتها للترويج لإطارها العام ولقيادات معينة تعطيها هالة من القدسية وهذا ما حدث لسنوات طويلة هناك يريدون لحد الآن يضفون عليهم هالة من القدسية وهي غير حقيقية هذه غير موجودة الحقيقة والشعب وجدها ربما سنتحدث عن هذا الموضوع كيف جرت في الانتخابات 2018 وما سيجري الآن من الانتخابات بهذا الشكل دكتور عبد الحميد العاني الكثير من المراقبين العراقيين يتحدثون أن هذا الاكتباب هذه الزحمة من الأحزاب السياسية لا تعبر عن حراك حقيقي عن حياة حزبية كما أشار دكتور رافع لها بقدر ما ستزيد مشاكل العملية السياسية تزيد الترهل الإداري في الدولة العراقية خاصة في أنه ليس هناك من برامج نتحدث عن قضية البرامج الواضحة تلك الأحزاب هذه أصبحت هذه الأحزاب بهذا العدد عبأ على الدولة العراقية إذن لماذا تمنح لماذا تسجل هذه الأحزاب لماذا تمنح الترخيص إذا كان التشخيص منذ البداية بهذا السوء بسم الله الرحمن الرحيم كثير من الأسئلة العقلانية والمنطقية لا يمكن أن تطرح في واقع العراقي لأنه بعيد عن المنطق والعقلانية الذي يحصل في العراق كما هو معروف عند المنصفين وعند المراقبين المنصفين أن الذي يجري في العراق هو أمرين ليس له علاقة لا بالسياسة الحقيقية ولا بالبرامج ولا غيرها ولا ما يسمى بالديمقراطية هناك مشروع سياسي أربابه جهتين رئيسية وهي الاحتلال الأمريكي بالتعاون مع جارة السوء إيران والجانب الآخر اللي هو الأدوات أدوات هذا المشروع السياسي وهي هذه الأحزاب بين قوسين والأشخاص الذين ينتمون لهذه الأحزاب الذين تولوا إدارة الحكم بفضل هذه العملية السياسية وهؤلاء لهم غايتان الغاية الأولى محافظة على قطار العملية السياسية يجري كما رسمه الكبار والغاية الثانية ملء جلوبهم الخاصة فالقضية الأولى والأخيرة هي المصلحة كل ما يجري بعد ذلك هو مثل ما أشار الدكتور قبل قليل هو غطاء واجهة للتستر على هذه الأمور فالانتخابات أكذوبة ليس بكلام الخارج العملية السياسية ليس بكلام القوى المناهضة للعملية السياسية فقط ليس بكلام الشعب العراقي الذي ثار بل بحتى كلامهم المشاركين بالعملية السياسية يقولون أنها لعبة وأضحك بها على الناس فهي فقط مجرد واجهة يدعى من خلالها أن هناك ما يسمى بالديمقراطية فتحد تعدد الأحزاب إذن حتى نأتي إلى النهاية تعدد الأحزاب هي صورة من صور تلك الواجهات التي يراد منها الخداع والتصوير على أن هناك حراك سياسي تنافس كما يسمونه سياسية حياة حزبية حياة حزبية كل المقاومات غير موجودة عند هذه العناوين التي تذكر هذه الـ 160 ولو قيلة 2600 لا تستغرب في العراق أنها كلها مجرد واجهات تتستر عن فدائما ابحث عن أي مشروع أو أي قرار يتخذونه هؤلاء ابحث ما هي المصلحة الاقتصادية وراء هذا الأمر اقتصادية لهم طبعا ليس البلدي ما هو الرقم الذي سينهب من وراء هذا الإعلان هذه الأحزاب حتى نذهب إلى النتيجة هذه العناوين هي ستدعم بأموال من خزينة الدولة من أموال الشعب العراقي لدعم هذه الوجهات فهي وسيلة من وسائل النهب والفساد والمتضرر دائما وأبلا هو الشعب العراقي على حساب صحته وتعليمه وأمنه وكل خدماته أشكرا دكتور قحطان الخفاجي أولا أهلا وسهلا بك دكتور يسمعنا أحنا ماذا نسمع دكتور قحطان أكو مشكلة بالصوت بيا دكتور قحطان طيب أنا أسمعكم جيدة ماشي واضح دكتور تمت إجماع من أساتذة العلوم السياسية وأنت جنابك الكريم منهم والمراقبين والمتابعين للشعب العراقي في مراقبة المشهد السياسي في العراق أن هذه الأحزاب السياسية القديمة التي هي من 2003 وما قبل 2003 والتي تأسست والتي في طور التأسيس والتي ستتأسس في المرحلة القادمة ليست أحزابا بالمعنى الحقيقي للأحزاب التي يمكن البناء والتأسيس عليها لحياة حزبية حقيقية تنافسية تداول على السلطة في العراق في ضوء التجربة الديمقراطية بين قوسين لماذا هذه الأحزاب الكبيرة بعد 2003 فشلت في أن تكون أحزابا حقيقية كما هو موجود في الديمقراطيات الحقيقية والمحترمة أكرر الترحاب بك أخي العزيز وحياك الله أعلن أسأل بداية الحديث قيل أن أو ورد في الحديث كوم أن تجربة العراق حديثة وبالتالي الدول الأخرى سبقتنا مرت بها كذا ما خال حتى تبلورة الصورة الأسلم هذه الضحك على الذقون نعم إذا أردنا الآن أن نبني معمل لإنتاج السيارات لأن المنطق بالمرة أن نبدأ من حيث بدأ أول صنع سيارات في العالم حتى أن نتقدم في الصيغة النهائية يوصلة الإنتاج يعني أن نبدأ من حيث انتهت حافات العلم هذا هو المنطق العام لأن تكون مواكبة الحالة هذه هي رد على بعض الأقاول تقول أن العراق تجربتها بسيطة وبالتالي أخفاقات واردة عودة إلى سؤالك السيد العزيز نعم حقيقة الأمر في العراق ليس حزاب سياسية هناك توظيفات دينية مذهبية طائفية ضيقة وجندات خارجية مرت بصيغة عملية سياسية لأن الحزب السياسي أساسا يمتلك برنامج يملك جماهيرية حقيقية بعمقها الوطني الذي يتعامل مع العقل والمنطق ومصلحة الوطن الشيء الثالث تكوين ذاتي تكوين من حاجة بلد عامة الذي حصل في العراق لا توفر بهذه الحزاب الثلاثة لذلك نحن أمام حالة من مجموعة أناس غنموا حالة الاحتلال بشكل وبآخر سوال الذي أتى مع الاحتلال أو الذي انتطل عملية سياسية من أجل المصالح والمشكلة الكبرى أن مصلحة القوة التي حصلت العراق والمؤثر بيشن العراقي ومصلحة هذا الأحزاب توافقت في إنهاء أو في تدمير العراق لذلك في هذه الخاصية هم إلى حد معين يمكن أن يقال لهم جميع منظمة لهذه الغاية ولكن كأحزاب سياسية لا تملك رؤية وطنية الشيء الآخر والأكثر والأهم من هذا أن منطلقاتها في العموم منطلقاتهم ضيقة حتى عين طاقة الإسلام هي منطلق ضيق مذهبي وبالتالي حالة الاختلاف وحالة الأنا فوق الآخر تسيطر على الفكر الأساسي لهذه المجامع الحزبية وبالتالي سلوكها سيكون بهذا الاتجاه وبالتالي نهاية المطاف لا يمكن أن تكون موافقة الديمقراطية المشاركة حقياً مع الآخرين لماذا؟ لأن منطلقها كما قلنا منطلق أنا فوق الآخر وبالتالي لا يمكن نعطي مجال الآخر أن يعمل إلا إلا كان الآخر جزء من صيروته لذلك نرى الأحزاب الكذر التي هي تجاوز 300 حزب كلها هي اشترارة للذات وكلها انشطار من رحم واحد والقوة السياسية مؤثرة ذاتها التي تتحكم بالشارع وبالتالي هذه ضحك على الزقوم وانتطاع إلى مطالب الشعب والظهور بمظهر المتجدد والمجدد هذه نقطة مهمة دكتور أشكرك هذه نقطة مهمة أنحيلها أيضاً إلى ضيفنا دكتور رافع الفلاح دكتور هناك من يقول أن هذه الأحزاب الآن التي تتشكل وترفع شعارات المدنية والمواطنة والدولة الحديثة في الحقيقة هي عبارة عن واجهات سياسية أو أحزاب ظل تابع للأحزاب الطائفية المهيمنة لماذا تلجأ الأحزاب الطائفية المهيمنة إلى هذا الأسلوب تأسيس أحزاب جديدة أو واجهات وطبعاً بعد انتهاء الانتخابات طبعاً هناك من يتحدث ويؤكد أنها تعود إلى الحزب الأم والقرار أيضاً بيد الحزب الأم الرئيس المسيطر على المشهد من 2003 طبعاً هذا جزء من اللعبة جاءوا لعبة لم الأصوات أكبر مساحة أو تغطية أكبر مساحة فبالتالي يقسمون هذا الدكان الكبير يبقى مثل ما هو وينشئون دكاكين صغيرة أخرى يتحركون فيها ليلموا مجاميع من الناس وبالتالي هذه الأصوات كلها تصب سواء عبر واجهة غير واضحة بأنها مرتبطة بهذا الدكان الكبير اللي اسمه حزب الدعوة والحزب الإسلامية أو أي حزب كان وبالتالي تصب في مصلحته والأصوات تذهب إليه أو بشكل واضح هي واجهات لهذا الدكان لكنها تعمل بطريقة أو بأخرى في مناطق معينة داخل مجتمعات معينة داخل تنظيمات معينة وتلم الأصوات هذه هي جزء من اللعبة لكن ربما أشار الدكتور قحطان إلى قضية بين قوسين ما يسمى بالأحزاب الإسلامية غالبية الأحزاب التي الآن في العراق بين قوسين هي أحزاب إسلامية يعني ربما البعض يجد في يجد تجد أنه واحد اسمه ليث وهو أجبن من أرنب واحد يعني اسمه شريف وهو ليس له علاقة بالشرف واحد عادل وهو ليس له علاقة هذه الأسماء ربما يكون عذرا وأهل من أطلقوا عليه الاسم لكن هذه الأحزاب هذه القيادات هذه المؤسسة الأحزابية من أطلقت عليه لقب إسلامي وأنت عندما تدقق في عملهم في توجهاتهم في رؤيتهم في منهجهم بعيدا عن الإسلام بالعكس تشوه الإسلام الغاية منها التشويه الإسلام يعني أي حزب الآن حزب الدعوة الإسلامي هل له علاقة بالإسلام؟ هل هذا الحزب يعمل ضمن منهج الإسلام ورؤية الإسلام وسماحة الإسلام وأخلاق الإسلام؟ أبدا ما لا علاقة وهكذا بالنسبة للآخرين قضية فيها تشويه للإسلام وليس خدمة للإسلام وبالتالي كل أفعالهم كل منهجهم كل فكرهم كل توجهاتهم بعيدة عن الإسلام بعد السماء والأرض لأنه في الإسلام لا فسادة ولا قتل ولا سفق دماء ولا انتهاك أعراض ولا سرقة الناس ولا سرقة وطن ولا التعاون مع الآخر ولا التجسس على الآخر هذا كل موجود في هذه الأحزاب وهذه الأحزاب دكاكين مجرد مثل ما أقول دكاكين لخدمة مصالح معينة لقيادات معينة لأجندات معينة خارجية على الأغلب مو على الأغلب لكن كلها عدها أجندات خارجية مرتبطة بها والغاية منها ضعاف العراق والعراقين وسحب العراقين إلى خانة الخسارة وهذا ما حصل خلال سبا طعام السنة ولاحظ العراق الآن لو كان في حياة حزبية لو كانت هذه الأحزاب فعلا هي أحزاب حقيقية كيف وصل العراق وعدها منهج وفكر وهي إسلامية بين قوسين كيف وصل العراق إلى هذا المستوى وإلى هذا الدرك من الانحدار ومن الكارث هذه حقيقة يجب أن نعيه جميعا أشكر إذن مشاهد كرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا عن ظاهرة كثرة الأحزاب والكيانات السياسية الموجودة في العراق والتي تسجل الآن لتستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة بعد الفاصل نعود لإكمال النقاش فابقوا معنا اشتركوا في القناة أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في كثرة وتناسل وتعدد الأحزاب السياسية في العراق وجدواها ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور قحطان الخفاجي دكتور عبد الحميد العاني رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي يتحدث أنه الكثير بل أكثر الأحزاب الطائفية حريصة على أن تكون عندها تشكيلات أو فصائل أو تنظيمات أو ميليشيات مسلحة قادتها أبرز قادتها ومعظاه في البرلمان إذا كانت هذه التجربة الديمقراطية قائمة على التنافس قائمة على تقديم شيء للبلد لماذا هذا الحرص على وجود ميليشيات وهل يتوافق وجود ميليشيات مع تجربة ديمقراطية حقيقية يعني كما قلت قبل قليل هذه الأسئلة المنطقية لا تنطبق على العراق وسلوك هذه الأحزاب وهلاء الأشخاص هو الذي يدلل على أنهم بعيدين عن المنطق ويدللون على فساد هذه الشعارات التي يرفعونها أو يتدعونها من أسماء ومن غيرها فبالتأكيد أنه حينما يكون هناك سرقة سرقة لبلد بأكمله والفساد وبقية السرقات هي ربما متفرعة عن هذا العنوان العام اللي هي سرقة البلد يحتاجون إلى أنه يحمون أنفسهم أو يمارسون عفوا يمارسون هذا الفساد وهذه الجرائم من خلال هذه الميليشيات فالميليشيات إذن هي أولا يعني يعتقدون أنها تحميهم من الشعب العراقي لأنه الشعب وهو الشعب ثائر اليوم ويثور وثورته تتطور لكن هم يعتقدون أن بمثل هذه الميليشيات يمارسون حماية وإسكات إسكات للأصوات الوطنية وإسكات للشعب العراقي وحتى لا ينتفضوا أو لا يثوروا ضدهم ولا يمنعوا أو يوقفوا مثل هذا الفساد ثانيا هذه الميليشيات هي أدوات لممارسة هذه عمليات السرقة وعمليات القتل وعمليات الإجرام والانتهاكات وكل ذلك فلذا كما قلت ببداية الكلام أنهم هم بمثل هذه الأفعال يدللون على أنهم يناقضون أنفسهم وبعيدين كل البعد عن هذه التي يسمونها تجربة ديمقراطية أو غير ذلك نعم دكتور قحطان الخفاجي في نقطة تشكيل أحزاب ظل إذا صحت التسمية أو واجهات جديدة ترفع شعارات المدنية المواطنة الحداثة بعد عملية الاشمئزاز والقرف الشعبي والمزاج الشعبي تغيره تجاه الأحزاب اللي مهيمنة من 2003 إلى اليوم تعتقد أن هذه الخدعة كما يسميها طبعا الكثير من المراقبين أنها ستنطلي أو تقنع الرأي العام أنه فعلا هذه أحزاب أو واجهات أو كيانات سياسية شابة بطرح مختلف برعية سياسية مختلفة وبالتالي قد يهرول وراءها في الانتخابات؟ أنا أتوقع أن الشعب العراقي بعد ثورة تشريين وبعد تجربة مغيرة التي عاشها في ظل العملية السياسية العوجات طائفية النشاز أدرك حقيقة هذه الأحزاب وبالتالي لا أتوقع الشعب يكون بهذا السذاجة أن يوافق على هذه القوى السياسية العميلة الفاشلة ولعل الانتخابات السابقة أكيد على ذلك أما عملية تناسل أحزاب جديدة هي بالتأكيد علميا تدل على فشل هذه الأحزاب لأنها غير قادرة على أن توصل فكرها إلى الآخرين وغير قادرة أن تجمع آخرين لصالحها وبالتالي اضطرت إلى التجزئة وهذا دلل الفشل إذن هذا الفشل الذي سيولد فشل من خلال الخلال الأساسي في تشكيل هذه الأحزاب سيعززه فشل آخر وهو أن هذا التدربة لن تلاقي صدى مقبول في الشراء العراقي طبعا إلا أنه من بعض الأشخاص الذين يشترون ضمامهم بأرخص الأثمان هؤلاء هم بالتأكيد سينهزمون لأنه سبق وانهزموا لأنه سبق وانعطوا التأييد لهذه الأحزاب إذن خلاصة القول أتوقع أن هذه العملية يحاولون فيها أن يبحثوا عن آلية جديدة لإبقاء ستصدم هذه بحقائق اثنان أساسيتان أو لها من رفض الشارع التام لهذه المجموعة ومن يتمخذ عنها اثنيا تأكيد فشلها عندما تتأكد هذه المجامع أن ما تجتهد لأجل أن تصحح مسارها سيصدم ذلك بالفشل إذن الفشل سيكون مضاعف وتوقع أن العملية السياسية إذا مضت في انتخابات وأنا أشك في أن تكون انتخابات ستكون هذه الأحزاب هي أول خاسرة سواء بأنها ترفض أو أنها لا تستطيع أن تعطي دالة على وجود فاعل في العملية السياسية دكتور رافع بالعودة إلى قضية الأحزاب وحرصها على أن تكون لديها ميليشيات وفرق موت وتنظيمات مسلحة يعني هذا النظام هذه القوى كيف ممكن أن تقنع الرأي العام على قل في الخارج أنهما تجربة أو نظام ديمقراطي بقوة الميليشيات والسلاح يعني هناك اثنان من شركاء العملية السياسية قالوا كلمة ليست كبيرة أهدر دمهم وأحرق مقر هوشار زيباري كان وزير خارجي ووزير مالي وشريك رئيسي بالعملية السياسية أحرق مقر حزبه بهاء العراجي قال كلمة أهدر دمه وكفر وأيضا هدد بالقتل يعني قضية الديمقراطية مع الميليشيات هذه كيف ركبت؟ يعني ذكرتني الحقيقة بمقولة لما يسمى برئيس إقليم كردستان بعد حراق مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد قال يعني نحن شركاء النضال كيف يمكن أن تتصرفوا مع شركاء النضال بهذا؟ يعني إذا كانوا قد صدقوا هذه الكذبة شركة النضال وأن هناك نضال وأن هناك هذه كذبة كبيرة إذا كانوا يريدون أن يروجوا هذه الكذبة للشعب الشعب كشفها بعد أصباط طعام سنة الحقيقة وجود الميليشيات جزء من تكوين هذه الأحزاب هذه الأحزاب هي واجهات الميليشيات يعني ليس هناك أحزاب وشكلت ميليشيات لا هذه الميليشيات من البداية التي شكلت الأحزاب وهذه الأحزاب واجهات لها الآن عندما تحدث حضرتك عن البرلمان قادة هذه الميليشيات ومعظام البرلمان هذا جزء من عسكرة المجتمع باتجاه أن تكون قبضة الميليشيات على كل المجتمع على كل العراق بيدها وهذا الذي حصله طوال 11 سنة كان الفعل يتدرج بخطوات وصولا إلى ما وصلنا إليه هذه الحقيقة هذه الميليشيات هي التي أسست هذه الواجهات الحزبية ولا هذه الواجهات الحزبية كيف يمكن النظر إليها لدينا الآن مثلما تحدثها 260 أو ما أعرف 92 290 300 حزب وآخر انتخابات 500 وكذا كيان حزبي من ضمنها أحزاب شاركت بالانتخابات ما هذا العراق كل نفوسه 35 مليون 40 مليون وإذا بي عدد من الأحزاب هي الأكبر بالعالم كله هذه واحدة من القياسة يعني مثلما هو الأكثر فسادا في العالم خرابا هو أكثر يعني بعدد الأحزاب ما فائدة هذه الأحزاب الحقيقة وبالتالي عندما تصل إلى انتخابات 2018 وهذه ربما نقطة فيصلية في هذا الموضوع قبلها الانتخابات اللي قبلها كان السلاح كانت الكذب وماشي فبله 2018 قاطع الشعب الانتخابات وقد وصلنا إلى نقطة محورية الشعب 82 بالمية قاطع الانتخابات الـ 18 أو الـ 20 بالمية هذه كل الأحزاب الكيانات اللي 500 حزب اللي شاركت الآن توزعها بعد ما تنظر إلى 20 بالمية اشقدت حصة كل حزب 2 بالمية واحد بالمية من عموم الشعب العراقي فهذه النسبة لا تساوي شيئا إذن قيمة هؤلاء الأحزاب بالمجتمع العراقي عند الشعب العراقي لا تساوي شيئا هذا بالـ 2018 نحن نتحدث الآن بالـ 2020 صارت بثورة شبابية قتلوا الشباب المظاهرات غير شكل الشعب وعاء غير شكل إذن وراحين إلى هما يقولون انتخابات مبكرة بنفس الصيغة نفس الاسلوب نفس الكذبة هذا حتى القانون الانتخابي هذا اللي سووه هذا كذبة كبيرة هذا يبقي على هذه القوى وهم بنفس الفكر الكسيح هذه الأحزاب لذلك أنا أقول أن هذه الميليشيات أسست الواجهات الحزبية هذه الواجهات الحزبية ذلك قيس الخز علي قال تركنا السلاح ولأنصرنا سياسا كذبة وهو نفس القضية مستمرة فهذا الفكر الكسيح اللي يحمي أو يفكر أو يرسم البرامج للقتلة للمجرمين للعصابات هو نفس الفكر الذي يفكر في الفوز بانتخابات هم يسمونها ديمقراطية والصوات هي الأصوات الآن بالـ 2018 لم تتجاوز العشرين بالمئة الآن عندما الشعب رح يقاطع مئة بالمئة سيقاطع قد رح يكونون عشر بالمئة رح يزورون يقولون أربعين خمسين بالمئة وعموما مثل ما أنا تحدث وأنت جئت بطاري يعني الذكر الخارج كيف يقنع الخارج هذا الحقيقة الخارج يعرف هذه الحقيقة لكن الخارج لديه تجربة أمريكية يجب أن يصر على رعايتها أمريكا تريد أن ترعى هذه التجربة اللي يسميها تجربة العملية السياسية البائسة بالهراوة الآن أمريكا لو تخلت عن هذه التجربة الحقيقة سترى ماذا سيفعل العالم العالم سينشر كل الغسيل القذر لهذه الأحزاب وهذه الميليشيات وستنقلب الدنيا عليهم هم يدركون أن أمريكا تحميهم وغباءهم يصور لهم أنه الآن يقاتلون أمريكا ليخراج أمريكا القضية غير يعني هل ستستطيع إيران أن تجعل من العالم كله يؤمن بهذه العملية السياسية بهذه الطريقة ما إذا خرجت أمريكا ستنفضح هذه القضية بهذه الطريقة وأمريكا تعرف هذا الموضوع فمن البداية أسس هذا الموضوع والبرنامج بكله بأحزابه بقوى لكي يفسد العراق لكي يدمر العراق لكي يوصل العراق إلى هذا المستوى دكتور عبد الحميد العاني مستشار رئيس الحكومة لشؤون الانتخابات حسين الهنداوي يقول أن كثرة الأحزاب السياسية لن تساهم في حل مشكلات العراق الكبيرة والمزمنة والكل مجمع على أنه جذر وأس مشاكل العراق كلها هو الجذر السياسي هذه الفوضى السياسية التي تترسخ وتتعزز بكثرة هذه الأحزاب التي تسجل والكيانات السياسية خطورتها أين تكمل الخطورة؟ طبعا نحن نتحدث دائما أكثر من مرة نقول أنه هذه هي هذه الجزئيات لست هي المشكلة بحد ذاتها هي ملمح من ملامح المشكلة الكبيرة وهي هذه العملية السياسية هذه المظلة التي أصبحت مظلة تحمي الفساد تحمي الإجرام تحمي الفاسدين وتحمي المجرمين ومثل هذا الكلام حينما يقول هذا الشخص أو غيره هذا أيضا ربما لا يخرج عن إطار فيما بينهم الذي هو التنافس الإعلامي وصولا إلى مكاسب سياسية حقيقة الأمر الكل يدرك أنه القضية قضية المظلة المبدأ هنا مبدأ العملية السياسية التي هي تشرع لأحزاب هذه أعداد كثيرة أو أعداد قليلة والتفريخ عليها أو عدم التفريخ والتقسيم كل الذي يجري الآن نحن نلاحظ منذ 2003 إلى الآن كل الإجراءات لنتكلم عن هذه الحكومة الأخيرة كل الإجراءات التي تقوم بها ترعاها هي هذه الأحزاب الموجودة الآن في السلطة هم يقسمون في ظل هذه الانتخابات التي تسمى الانتخابات المبكرة هم يحددون موعدها بما يتوافق مع صالحهم هم يحددون ما يسمى بالدوائر الانتخابية وفيما بينهم تقاسم الدوائر الانتخابية هل هذه القرية تدخل في هذه المدينة أو في هذه الدائرة أو تخرج وفق مصالح فيما بينهم ووفق مساومات ومزايدات بين هذا الحزب وذلك الحزب وحصص كل منهم على الآخر حتى هذه الأرقام الأرقام أعداد الأحزاب التي تخرج اللي هي الأحزاب الفضائية لا تخرج عن هذا الإطار كله إطار محاصصات والمحاصصات هذه خاضعة للمحاصصة الأولى التي بنيت عليها هذه العملية السياسية لذا القوى الوطنية السياسية القوى الوطنية الشبابية القوى الوطنية العشائرية الأصيلة منذ اليوم الأول واليوم نحن نرى أن هذا يتزايد نتيجة تزايد الوعي لدى الشعب العراقي أنه وصلنا إلى كل مجمعون على أن معالجة الوضع العراقي ليس معالجات جزئية وإنما معالجة الأساس بتغيير العملية السياسية من جذورها حتى تكون هناك المظاهر الأخرى كلها تنعكس إن شاء الله تعالى صلاحا دكتور قحطان خفاجي على الرغم من كل هذا العدد من الأحزاب والكيانات السياسية المسجلة في العراق التي طبعا شاركت في الانتخابات السابقة والتي تعتزم المشاركة فيها الانتخابات القادمة الحقيقة الرأي العام وأنت أيضا من الرأي العام وأيضا أستاذ علم سياسية ومراقب لا يعرف أي برنامج انتخابي لأي حزب يعني هذا الحزب يسجل في المفوضية الانتخابات ويذهب إلى الانتخابات لكن الرأي العام لا يعلم ليس عنده إحاطة بأي برنامج انتخابي هل قرأت هل تابعت أن هناك برامج انتخابية حقيقية لهذه الأحزاب؟ أنا أعرف حقيقة الأمر الأحزاب تكون برامجها بشكل تالي يكلف أحدهم يذهب إلى القوغل يستنسخ حالة معينة يتم تغيير بعض الأشياء حتى لا تبدو مطابقة وإشترار إلى ما موجود في الساحة ولا علاقة لهائيا لا بقناعات الذي شكل الحزب ولا بالذي ينتمي للحزب بهذه البرامج نهائيا ورأي تلك البرامج تجدها التكرار لبعضها البعض الجميع ما شاء الله الآن يطلب بمحاسبة الفساد والحضب الفاسدين ورموز فساد العراق هم الذين يطالبون بهذه هي الضحك الكبر الأكبر والمأساة الكبرى عن رجال الفساد الأول في العراق هم يدعون أنهم يحاربون الفساد إذن البرامج التي وضعت في رأينا الشخصية لكي يتم تسويقها وتسويق هذا الأحزاب للرأي العام تحاكي إلى حد معين حاجات ومطالب الناس ولكن في حقيقة الأمر لا هناك ثوابت لدى الأحزاب نهائية والعلنة وجدنا التال كثير من رموز الأحزاب معينة تركوا حزبهم وذهبوا إلى جهة الأخرى من أجل مغنم في وظيفة الماء لعل واحد من الذكر اسمه الحاجم الحسن أو شيء من ذلك ترك الحزب الإسلامي وذهب إلى حزب الآخر متقطع تماما لأجل أن يمنع المنصب معينة واعتلاف دورة القانون المالكي نعم نعم وهكذا حتى في الأحزاب ذاتها نرى هناك يشتر بعض البعض أو يخرج من رحم بعض البعض وسرعان ما ينقلب على البعض ويكونون أعداء ولعلنا عرفنا العلاقة المتقافعة ما بين مالكي وجعثري لكن الآخر رحمة بالي اسمه رئيس العبادي رغم أنهم من حزب واحد نراهم لكل فئة البحر ولكل فئة الرؤية ولكل جماعة تقاطع معنا إذن لا وجود برامج سياسي ثم ما علاقة برامج السياسي بذكرة مذهبية عقائدية ضيقة تنكر وجود الآخر وتكفر الآخر جميع الأحزاب السياسية يقتنع بهذه الرؤية ومرتزم بها ولم يدعي ذلك أو لم يعني ذلك إذن نحن أمام حالة من عملية توظيفات سياسية وليس أحزاب سياسية برامج سياسية مجردة وليس برامج لها علاقة في المجتمع وعلاقة في الزكر السياسي ذلك الحزب هذا مجرد تسويق إذن إذا ما طلب من الأحزاب لا داعي إلى البرامج السياسية يرمون الأحزاب السياسية برامجها جانبا ويتم بشخصهم إذن نحن كما قال زميلي قبل الأحزاب أمام مهزة أمام حالة حقيقة المضحكة إذن أنا أحيانا أرى أن من الشيء اللي لا منطق أن يؤتى بأسادة علوم سياسية وخبراء اقتصاد وما شفى ذلك يناقشوا مآسي العملية السياسية لأنها ليست عملية منطقية سياسية واقتصادية لكي يأتي خبير سياسية واقتصادية ويضع برامج عامة وقواعد عامة معتمدة حتى يتم التحليل نحن أمام أناس لا يعرفون شيئا سوى التمسك بالكرسي والمصالح الشخصية الذاتية وخدمة الأجنب الذي أتى بهم وأجلسهم حيثهم وذلك أنه أكرر هنا أن هذه المحاولات التي يحاول أن يجدد ذاتهم بها ستصدم حقيقة بوعي الشارع وسيرفض الشرح هذه الأحزاب بإذن الله أشترك وستذهب كل أفكارهم إلى نحرهم قريبا وليس بعيدا على ذكر الشارع دكتور أشكرك دكتور عبد الحميد العاني يعني هذا التناسل وكثرة الأحزاب وتسجيل كيانات سياسية جديدة الآن لتستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية في شهر حزيران 21 هذا هو الإصلاح الموعود الذي قدمته قوى العملية السياسية لتظاهرات تشرين هذا الذي طالبت به التظاهرات أن تكون هناك مزيد من الأحزاب السياسية والكيانات ضمن إطار العملية السياسية نفسها يعني هو كما قلنا وكما ذكر الأساتذة قبل قليل هي كلها قضية خداع ومحاولة أو يغنون أنه محاولة الضحك على الذقون لكن الحقيقة أن الشعب واعي جدا ويدرك ماذا يريد وبالمناسبة نحن في هيئة علماء المسلمين والعديد من القوى الوطنية العراقية الرؤية لدينا واضحة منذ الأيام الأولى لبدء الاحتلال ولمهزلة العملية السياسية هذه ولكن يوما بعد آخر تأتي الأدلة من هذه العملية السياسية ذاتها لتؤكد تلك الرؤية وذلك التشخيص واليوم الشعب العراقي والعديد من القوى ولا سيما القوى الشبابية والتي هي اليوم تقود هذه التظاهرات أيضا وصلت إلى هذه القناعة والذي تمثلت أيضا قبل سنتين بالمقاطعة الكبرى لهذه المهزلة مهزلة الانتخابات لذا الكل اليوم يعرف أن الإصلاح ليس بهذه الشعارات ولا بهذه الأرقام ولا بتغيير هذا القناع من وجه إلى وجه آخر ولا تبادل الكراسي بين هذه الأحزاب ولا بأعادة تقاسمها فيما بينهم الإصلاح الحقيقي هو اقتلاع المشكلة من جذورها لذلك بالمناسبة كلمة الإصلاح لا يوجد أحد ضد الإصلاح لأن الإصلاح بمعناه الحقيقي معناه جيد يعني إيجابي لكن هم يتخذون أو أحيانا البعض يرفع كلمة الإصلاح وشعار الإصلاح ويراد به الترقيع يريد به الترقيع فالشعب العراقي حينما يقول إصلاح أو يقول تغيير فالمعنى واحد بمعناه الحقيقي هو مجيء الصلاح بإزالة الفساد والفساد موجود بالأسس وليس بفقط ببعض الأشخاص أو بمزاولة أو بممارسات بعض الأشخاص لأن البعض بالمناسبة يحاول أنه يلقب اللوم على شخص دون آخر نعم أو يحاول إلقاء اللوم على الممارسة حتى يزكون بعضهم البعض ويقول أنه الممارسة هي الخاطئة فنقول لا ليست الممارسة وإنما المبادئ وهذا ما يريده الشعب العراقي اليوم بشكل واضح وصريح دكتور رافع الفلاحي هذا العدد الكبير من الأحزاب السياسية هل تعتقد أنه سيرسخ ويعزز الفوضى السياسية القائمة الحال حاليا في العراق أم أنه قد يخرج من بين ظهرانيها هذه الأحزاب ربما رؤية جديدة طرح جديد مختلف قد يعني يكون خط شروع للإنقاذ والإصلاح والتقويم وقع الحال أستاذ ماجد عندما يتحدثون عن 290 حزب مثل ما حضرتك شرط نعم وهناك من يتحدث عن 170 حزب فضائي الحقيقة وقع الحال أن كل الأحزاب الموجودة في العراق هي فضائية لا وجود لحزب حقيقي لأن كل هذه الفضائيات وين هذه الأحزاب هذه كلها مجرد أدوات لتسويق النظام القادم لتسويق هذا المشروع لبقاء هذا المشروع على السكة ليس أكثر يعني لا تقدم شيئا لا تقدم فكرا سياسيا لا تقدم منهجا سياسيا لا تقدم حياة سياسية لا تقدم مشروعا وطنيا ولا مشروعا سياسيا فبالتالي ما هي هذه إذن هي هي واجهات فضائية كاذبة مخادعة غاية أن تتجمع وأن تكون عناوين فقط لغرض الكسب لغرض السرقة الفساد الخراب وتسويق للنظام وكما قال حالما الحقيقة اللهاث والدخول إلى دهاليز الفساد الكبير هذه هذه سيطرة فقط وتسويق نفسه وتسويق هذا النظام وبقاء على السكة وبقاء العملية السياسية على السكة ليس أكثر وهذا بالتالي يعني لا يمكن أن يخدع الشعب الشعب العراقي قال كلمتا الآن ويعرف من 2018 على الأقل لم يشارك ولن يشارك في هذه المهزلة نهائيا وهم هذا بفكرهم الكسيح لذلك يعتقدون أنهم سيذهبون إلى هذه الانتخاب وسيكسبون بها وسيقولون أن الشعب شارك معنا وما هو الخيار الوطني الآن حتى نخرج من هذا الخيار هو يتمثل بثورة الشعب دائما الشعب هو الأساس يعني لا تعتمد على لا تنتظر من الخارج أن يعينك لا تنتظر من أمم المتحدة لا تنتظر من أمريكا لا تنتظر من أي مكان ولا تنتظر من دول أقليمي يعتمد على نفسك والشعب يعرف هذه الحقيقة يعتمد على نفسه وعلى قوته وعلى هذه المعانات اللي الإصباطها السنة هي ستولد هذه الموجة الكبيرة الموجات هذه التي تولدت من خلال ثورة تشرين وقابلها 25 شباط وغيرها وغيرها طوال هذه السنوات هذه ولدت موجة تولد موجة الآن ستنفجر في وجههم وستزيحهم جزء من عدها ربما في الانتخابات القادمة اللي يسموها مبكرة المقاطعة الشاملة لهذه الانتخابات ستسقطون هذه العملية مهما زوروا مهما قالوا فبالتالي الشعب مشارك به هذه المأسلة واستكون ثورة وبالا عليهم هم يرونها بعيدة ونراها قريبة جدا أشكرك بهذا مشاهد الكرام نصل لأختام هذه الحلقة من طاولة حوار ناقشت ظاهرة كثرة الأحزاب وتعددها الأحزاب السياسية في العراق وجدواها السياسية والحزبية في العراق لم يتبقى لنا في هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيوفها وهم كل منها الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العان الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق ونشكر أيضا ضيفنا عبر سكايب الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة